احنا موجودين في مدينة روابي وكان الوفد الألماني في زيارة لبرنامج الدراسة الثنائية برنامج الدراسة الثنائية عمره حالياً أربع سنوات ونيف هذا البرنامج اللي حقق نجاعات كتير كبيرة في فلسطين النجاح الأساسي اللي حققه هذا البرنامج هو أنه عمل علاقة وثيقة فتح العلاقات ما بين القطاع الخاص وما بين الجامعات بالتحديد جامعة القدس كانت زيارة جيدة بالنسبة لي للاطلاع على هذه المدينة الجديدة وعلى هذه الشركة أيضاً وعلى هذه الشراكة ما بين الجامعة والقطاع الخاص التي تجسد الحاجة الأساسية لنعمل ما بعد وأيضاً نموذج الألماني كنموذج ناجح نطلع للمستقبل لرؤية مزيد من هذا النجاح ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا